اشتركوا في القناة على ان اتساع رقعة الصراع على النحو الذي نشهده لن تصب في مصلحة اي طرف ولن تجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار لشعوب المنطقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفيا مع انطوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة اتصالا باطلاق مسيرات ايرانية هجومية ضد اهداف اسرائيلية وما شهدته الاسابيع الاخيرة من تصعيد متزايد على خلفية ازمة قطاع غزة وتدعيتها الاقليمية بشكل بات يشكل تهديدا خطيرا لامن واستقرار المنطقة وصرح السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ان الوزيرين تبادل الرؤى والتقييمات حول مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنصيق بين البلدين لاحتواء التوتر الجاري وتعزيز فرص التهدئة ونزع فتيل الازمات في الشرق الاوسط كما اجرى وزير الخارجية سامح شكر اتصالين هاتفيين مع الدكتور حسين امير عبداللهيان وزير خارجية ايران واسرائيل كاتس وزير خارجية اسرائيل اتصالا بما شهدته الساعات الاخيرة من تصعيد عسكري خطير نتيجة اطلاق مسيرات ايرانية هجومية ضد اهداف اسرائيلية وصرح السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان الوزير سامح شكري اعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكري غير مسبوقة بين ايران واسرائيل بشكل ينزر بخروج الوضع عن السيطرة وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر وطلب وزير خارجية نظيريه الايراني والاسرائيلية بضرورة ممارسة اقصى درجات ضد النفس والنقي عن سياسات حفة الهاوية والاستفزازات المتبادلة التي من شأنها ان تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط تابع دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اعمال سيانة هاويس كناطر اسن الجديدة التي تقوم بها اجهزة الوزارة بهدف الحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها مثل الاهوسة وزلق ضمن اعمال الخطة الاستراتيجية لاحلال وتجديد المنشآت المائية القبرى واوضح وزير الرأي انه تم تنفيذ برامج متكاملة لصيانة مقونات قناطر اسن الجديدة والعمل على رفع كفاءة العمل بالهويسين الملاحيين الملحقين بالقناطر حيث قام فريق الصيانة والتشغيل بالادارة العامة لقناطر اسن الجديدة وبالجهود الذاتية بتنفيذ اعمال الصيانة الجسيمة لكافة مجتملات بوابة الانفاق الجانبية ناحية الامام شرق بالهويس الملاحي الاضافية اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استمرار التحفظ على استفينة ناقلة الغازة لبرية الفارغة التي جنحت بمدخل خليج العقبة مساء الجمعة الماضي من خلال جهات التحقيق المعنية وذلك بعد خروج استفينة سالمة من موقع جنوحها بمدينة خليج العقبة مبحرة الى منطقة التحفظ تحت اشراف ادارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء وجهات التحفظ ودون وقوع اي تلوث او تصرب للغاز او للوقود كما اكدت وزيرة البيئة مجريات الاجراءات الفنية والقانونية واعمال المعاينات البيئية التحتمائية المتبعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة من موقع جنوحها والى الان والتي تتم بمعرفة فرق العمل المتخصصة من ادارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تحت اشراف قطاع حماية الطبيعة بالوزارة حيث يجرى حاليا تقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض من ساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها يلتق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الزمالك في السابع مساء على استاد القاهرة الدولية في اطار مباريات مؤجلات الجولة العاشرة ضمن منفسات بطولة الدور المصري الممتاز ويحل برامدز ضيفا على المقولون العرب في الرابع عصرا في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ضمن منفسات البطولة نفسها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة